اهلا بكم من جديد في حصة مغانبية نقش البرلمان الموريتاني في جلسة علنية مشروع قانون حماية الرموز الوطني والذي اثار جدلا واسعا بين اعضاء البرلمان القانون يهدف الى حماية رموز الدولة وتجريم المساس بهيبتها وشرف المواطن بحسب نص مشروع القانون شاهدت الجلسة نقاشات قوية بين النواب الاغلبية والمعارضة الذين اعتبروا القانون محاولة للتضييق على الحريات في البلاد بحسب رؤية المعارضة كما تم تعليق الجلسة مرتين متتاليتين قبل ان يتم تأجيلها الى يوم الثلاثاء على خلفية النصاب القانوني والنظام الداخلي للبرلمان اجراءات امنية مشددة وطوق امني في محيط البرلمان اثناء مناقشة قانون حماية الرموز الوطنية المثير للشدل رجال الامن منعوا مناوئين لمشروع القانون من الاحتجاج امام الجمعية الوطنية فيما يقول نواب المعارضون ان قانون حماية الرموز تضييق على الحريات وتهديد للمكتسبات لا تجد في هذا القانون اي عقوبة غير منصوصة في قانون اخرى وفي بعض العقوبات هناك عقوبات اشد من القانون الحالي النقطة الوحيدة هي زيادة تضييق على الحريات وهي توفير مزيد من الحصانة لشخص رئيس الجمهورية الذي لا يعدو كونهم وضوها سامية لدى الشعب تضييق على الحريات اهانة المواطن والكيد بمكيالين المسؤول مقابل عموم الشعب سيئة ستضيفها الموالات لنقاطها السيئة السابقة وامام ما تعتبره المعارضة محاولة لتكريس التضييق على الحريات ترى الاغلبية الحاكمة ان مشروع القانون ضروري لمواجهة موجات الشتائم والتسريبات التي تؤجج الضغائن وتضر بالحياة العامة على حد تعبيرها اقول لك بكل صراحة البلد يوم مهدد اذا لم يتم تطبيق هذا القانون بصرامة لان امن بلدنا حرية بلدنا ديمقراطية بلدنا مهدأ ومعارضة الخطر وبالتالي هذا مسروع القانون مطالبين به كل الموريثانيين ومطالبين النواب انهم يصوتوا عليه وان التصويت عليه هو حماية الوطن هو حماية الامن الوطن هو حماية الحرية الوطن هو الحماية الديمقراطية الوطن وتؤكد الحكومة ان ظاهرة استسهال انتهاك الحرومات الشخصية ولضرار بالسلم الاهلية فرض عليها اتخاذ اجراءات لمنع ما اسمته تمييع الحريات وتهديد الوحدة الوطنية تقول الحكومة ان قانون حماية الرموز يحفظ الاعراض ويحارب تمييع الحريات بينما تراه قوى سياسية وعدد من النشطاء خطرا يتهدد مستوى حرية التعبير ويكرس الممارسات الدكتاتورية محمد ناشي قناة الغد نواكشوت ونبقى في نواكشوت وينضموا الينا منها محمد ابو الشيخ محمد فاضل عضو البرلمان الموريتاني سيد فاضل بداية ما رأيك في هذا القانون الذي اثار ذلك الجدل شكرا سيدي اشكر السلام عليكم ورحمة الله اشكر قناة الغد على هذه السانحة خلاصة هذا القانون انه قانون ظاهره من قبله الرحمة وباطنه من قبله العذاب هو قانون خرب من حيث الشكل وفاسد من حيث الاصل والجوهر هو قانون يعيد البلد الى عصر الحزب الواحد والى عصر الاحكام الاستثنائية لا استغرب ان يصدر هذا القانون لو صدر في كوريا الشمالية لو صدر في بلاد الدكتاتورية انما الغريب ان يصدر قانون بهذا التصور في بلد يخطو خطواته في النمو الديمقراطي ويبحث عن دولة العدالة ودولة القانون ما اخذنا على هذا القانون كثيرة جدا القانون هو من ثمان مواد وتشوبه اربع عيوب كبرى العيب الاول ان المواد الثمانية كلها تعالج قضايا عولجت في القوانين الموريتانية بتفصيل اوضح وبتقنين ادق وبحكمة اعلى ساعطيك نماذج من هذا القانون القانون يجرم المساس بالقيم الاسلامية مثلا وهو امر معاقب في قانون الجريمة السبرانية في المادة 21 ومعاقب في قانون التمييز في المادة 10 وفي القانون الجنائي في المادة 306 هذا القانون يحارب جرائم الكراهية ما يصفه بجرائم الكراهية والوحدة الوطنية وهو معاقب في المادة 12 و14 من قانون التمييز ومعاقب في المادة 22 من القانون الجريمة السبرانية هذا القانون يعالج ما يسميه بالأضرار بالقوات المسلحة وهو معالج بطريقة أفضل في المادة 32 من قانون الجريمة السبرانية هذا القانون يعالج ما يسميه بالمساس بالحياة الشخصية وهو معاقب في المادة 24 من قانون الجريمة السبرانية طيب يعني ندخل على بقية العيوب لضيط الوقت ندخل على بقية العيوب سيد محمد نعم سأتيك باختصار أخيرا يعالج ما يسميه الإهانة والقذف والسب وهو معالج في المادة 37 من قانون الصحافة والمادة 341 و349 من القانون الجناي العيب الثاني هو أن هذا القانون يخل بالصيغة القانونية التي تتسم بالتجريد والعموم ليسن قانون اسميا يعالج ويحمي أشخاص بأسمائهم وهذا مرفوض قانون العيب الثالث في هذا القانون أنه يركز صناعة الفرد وعبادة الرئيس وخلق الرئيس الضرورة والرئيس المحصن العيب الرابع في القانون أنه يقحم النيابة العامة في الدعاوة الشخصية بين الأشخاص بينما النيابة العامة تهتم بالحق العام لذلك فإن كان النيابة العامة أن ترفع دعوة ضد شخص لم يشتك منه شخص آخر وإنما هو حق أعطاه للنيابة العامة لكي تكون نيابة سياسية سيدي من هو الرئيس الذي يحاول القانون أن يحميه؟ الرئيس في موريتانيا هو موظف سام يخدم البلد يأخذ راتبا من أعلى الرواتب ويسكن في أحسن المساكن ويركب في أرفه المراكب وينال كل التعويضات ليخدم الشعب لا ليتأمر عليه كيف يكون الرئيس رمزا؟ فلسفة القانون التي يقدمها هو أنه يحاول ترميز الرئيس إذا أراد الرئيس في موريتانيا أن يكون رمزا فعليه بتطبيق العدالة والابتعاد عن أكل المال العام وعليه بتطبيق القانون وعليه بالابتعاد عن المحسومية والزبونية المدافعون عن هذا القانون يقولون أنه يحفظ هيبة الدولة وشرف المواطن سيدي هذا القانون يضيف تصنيفا قانونيا لفئتين خطيرتين أحدهما هو شخص رئيس الجمهورية الذي حصنه الدستور أثناء ممارسته لعمله ولا قانون أعلى من الدستور تحصينا هذا القانون يمنع تصوير القوات المسلحة وقوات الأمن حينما تكون تمارس إخلالا بالقوانين هذا التصوير الهدف منه ليس تشويه القوات المسلحة وإنما الهدف منه هو توثيق المخالفات لذلك إن كانت لدينا قوات أمنية أو مسلحة تخالف القانون فلا مانع لذي الدولة المدنية من تصويرها هذا القانون يخلق بعبعا جديدا ويضيف ملكية جديدة على النظام الجمهوري وهو نموذج من التملق دأبت عليه هذه النخب التي حكمتنا من ستين سنة نفس النخب التي قدمت الآن هذا القانون للرئيس الحالي هي نفسها التي كانت مع المختار والدادة رحمه الله في حزب الشعب وهي التي كانت في اللجان العسكرية وهي التي كانت في الهياكل وهي التي كانت في بيردس وهي التي كانت في عادل وهي الآن موجودة في حزب الاتحاد هم نفس الأشخاص ينتجون سوآتهم بنفاق وتملق من أجل إذلال الشعب وإفقاره وتمكين ديكتاتوريين هذا الرجل الذي وصل إلى السلطة بانفتاح اسمح لي وصل إلى السلطة بانفتاح ووصل إلى السلطة بطريق يشبه الإجماع هم الآن يصنعون منه ديكتاتوريا لكي يخرجونه من النافذة بعد أن دخل من الباب عذرا لذلك الوقت أشكرك شكرا جزيلا وعذرا للمقطاعة سيد محمد بوشيق محمد فاضل وضحت الفكرة تماما عضو البرلمان الموريتاني كنت معنا من نواقشوت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة